طيب بتوع أهل الجنة دولة الشق التاني بقى من الأعمال إيه اللي يدخل النساء الجنة ما إحنا يعني عايزين زي ما بنقول النار زي ما بنقول الجنة عشان نفسياتنا العد ما كويسة طيب بصوا خلينا الأول نقول إن النساء شقائج الرجال ما فيش فرق ما بين امتسال أوامر ربنا ما بين النساء والرجال ده مأمور النطيع ربنا واكتناب النواهي وده مأمور النطيع ربنا واكتناب النواهي فمن أطاع الله واجدنا بالنواهي دخل الجنة نساء ورجال الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن مكان وإيه يعملون الله عز وجل يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض فالأصل الاستقامة على الإيه الطعب والاستمرارية فيها نأدي فرائض ربنا سبحانه وتعالى نترك محارم ربنا خلص ندخل الجنة بغير حساب تمام سواء رجل أو امرأة المهم إيه المهم الاستقامة على دين ربنا وأداء الفرائض وترك المحرمات والمعاصي والتوبة وإعتف زنباتوب على طول يبقى الاستقامة حتى إيه حتى الموت عشان ندخل الجنة بغير حساب يا رب ولا سابقة عذاب اللهم أمين عندنا النهاردة 12 12 عمل يدخل النساء الجنة سهلين وبساط وجمال جدا وراء وقلم وكتوب وراء حاجة طحفة جدا وأعمال سهلة معظمها احنا كده كده بنعملها ولكن نذكر بيها واكتبيها وحطيها كده على الأماكن المعروف حطيها على التلاجة حطيها على باب القود لأولادك المهمة تبقى قدام عينك عشان لو نسيت مرة حتى الحديث يذكرك أول أربع أعمال محطوطين في حديث بيدخل النساء الجنة عدوا معي الأربع محطوطين في حديث واحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وقطاعت بعلها يعني زوجها دخلت الجنة من أي باب أشياء تمانين رقم واحد لإيه الصلاة وقت تعرفين خراب البيوت بيجي من إيه ما فيه الصلاة بتقاب فأنت لما تحرسي الصلاة على وقتها نجاتك الصلاة على أول مولا لا أبقوم يصلي سيب اللي في إيه فيه اللي بتجاز عمليك قوم يصلي ولي حواليك ذات نفسه حتى لو في مجال عملي قوم يصلي كله هيبقى عارب بعد كده آه لا 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 بتأخرش صار ده إحنا هنقوم نصلي وتحس اللي حواليك مش مهم من نحس المهم من إنك إنت تلتازمي والله يا للي همين إنت النهاردة قامت صلاة صلت خمسها الخمس صلاة على وقتها تاني عمل سيمر شهرها اللي هو شهر رمضان طب يا كلنا بنصوم شو بولك حاجات سهلة إحنا بنعملها ونقتخذ الأيام اللي كانت فيها الأيام الخاصة بالحطة يا بعد رمضان خلصت خلص يا أمر سهل وبنعمله تالت عمل يدخل النساء الجنة إيه في النساء الحديث برضو من أبواب الجنة التماني حصنة فرجها يعني إيه يعني انتاني عن الحرام ما أعوش حتى في شبهات تودييني الحرام الخطوات أصلا اللي بتؤدي الحرام ما لهاش لازمة ولا لها داعي تحصين الفرج ذات نفسه بإيه إنك تكوني عفيفة ويبقى تقصري نفسك على زوجك أو على الحلال مش على المشاعل الجميع تعالوا ما أحكي لكم بقى تعالوا ما أحكي لكم بقى الفيديوهات اللي بنشوفها بقى اللي نازع على تيك توك ولا اللي مش عارفة فيه الله بعدها بيحطوها على ووتش بتاع الفيس والإنسة موجودين في كل مكان هي رجالة النساء دول فين رجالة الحريم دول فين فين أهالي البنات دي اللي طلعها واللي بتقلع واللي الواد بيمسكها أقسم بالله واللي الواد بيعمل فيها الواد بيمسكها أقليبها واللي مش عارفة فيه إيه يعني هو أهلاء ملهاش أخصو ملهاش عم خال مفيش رجالة في العلة طب مفيش الله في الحياة يعني فين الرجال الديوز ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني الده اللي ما بيغارش على محارم بيته مش مهم مين شافهم واللي ما شافهمش ما بيغارش على نساء البيت مرسوا فحيشة ما بيهتمش لابسين إيه ولا مش لابسين إيه مجلوش دعوة بمحارم بنتك أهل بيتك يا ابني الديوز يشوف زوجته بتتعام ولاها في دماغه يشوف أخته مش هو ولاها عادي ما فيش ما بيغير ما بيغيرش أصلا عادي الدنيا بقت عادي ما الدنيا كلها كده ما خليك سبور سبور إيه ونيلت إيه اللي حيدخلونا نار دول عادي تكلم سحابة صادقها ألا لا أخبر الله العظيم ما بيهتمش وبيشجع على كده أقول عادي ما أنت أنا مش هقول لأهلك أن أنا كذا أنا مشي مع البت دي وأنت عادي ده دياسة والعياذ بالله اللي بيعلم أن زوجته أو بنته أو كذا وبتمشي في فواحش ولا يهتم ده دايوس عقوبة الديوس إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لينظر الله إليهم يوم القيام العاق والديوس والمرأة المترجلة تشبه تشبه بالرجال وتلاتة لا يدخلونا الجنة العاقل والديه والمنان ومود من الخمر اللي بيعدي منه على الناس عطى إيه ومود من الخمر الديوس منه الناس الله العفو العفية فبنتي حسن تفرجها دي تبعدي عن كل الحاجات دي عفيفة طهرة شريفة رابع عمل يدخل الجنة في نص الحديث طاعة الزوج طاعة الزوج يعني يعني الطاعة ما فيهاش خلاف الطاعة طاعة مبصرة طبعا طاعة طالما تحت سائف قال الله وقال رسول الله والبقية الأمور أنتم أعلم بأمور دنياكم طب أمر مفهوش أمر من أمور الدنيا لا فيه لا حلال ولا حرام وفيه حل القرار لمين له يشيل الشيلة لا ما يأخذ يتحمل نتيجة القرار مش نصحتي وقلتي يتحمل النتيج إلا إذا كان ضرر متعدي طيب خامس عمل بيدخلها الجنة والأعمال تدخل المرأة الجنة امرأة اسمعوا مات عنها زوجها وترك لها أولاد صغار وأحسنت إليهم ومردش تتجوز خافت أنهم يضيعوا أو ما تعرفش حديث بن مالك الأشجعي عوف بن مالك قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة من سفعاء الخدين كهاتين يوم القيام أو قال السبابة والوسطى لتنين وقال آمت من زوجها يعني مات عنها زوجها وزات منصب وجمال وحبست نفسها على الأيتام دول حتى بانوا أو ماتوا ربنا تكبروا أو ماتوا دخلت الجنة ماذا عليش مش بقول لكم حاجات سهلة جدا وموجودة في يومنا وحياتنا وسهل أن نعملها طب سادس عمل يدخلك الجنة ردى زوجك يا بنتي وهنفضل نقول الكلام ده يعني ردى زوجك عنك حديث مسلمة قالت يا رسول الله أي يوم امرأة ماتت وزوجها عنها راض حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم امرأة ماتت وزوجها عنها راض إن دخلت الجنة الحاكم قال حديث صحيح وقال صحيح الإسناد يبقى مجرد إن هي تنموت وزوجها راض عنها دخلت الجنة طب ما ده شيء طيب ده شيء طيب نحن نقول مش بنتجوز عشان ندخل بعض فاختاري بقى اللي يدخلك وتخش معك الجنة حسن الاختيار من البداية لكن هنعيش مع بعض وكل واحد مسك التاني لا ده كل واحد مسك التاني بقى بإيه مش بس بخراب ولا بس بمشاكل ولا بلوم ولا بنقضة كل واحد عمال يقول على التاني نواقص الدنيا والآخر ما تبقاش حياة فاختاري صح اختاري صح عشان تخشوا انتوا الاتنين الجنة سابع عمل بيدخل نساء الجنة التقوى وهي التقوى يعني إيه غير مراقبة ربنا في السر والعلان وإننا تجنب الحاجات الوحشة والحاجات اللي تغضب ربنا خوفا من الله إني أخاف إن عصيته رب عذابه يوم عظيم الله عز وجل يقول إن المتقين فين في جنات أنا حايزين الجنة أنا حايزين عمل يدخل الجنة في جنات وعيون الله يجعلنا منهم يقولوا أمين التقوى اتدخل جنة على طه إن الله إيه يحب إن الله إيه يحب المتقين طيب تامن عمل يدخل النساء الجنة الصدق الصدق ينبكوا سواب نفسنا نلاقي مجتمع خالي من الكذب والخديعة مجتمع حلو ده شيء طيب الله عز وجل يقول هذا يوم إيه ينفع الصادقين صدقهم لهم إيه بقى جنات تجري من تحتها الأمر خالدين فيها بلشعلنا منهم وإياكم قولوا أمين الصدق إن الناس الصدقة في الدنيا دي بينفعهم صدقهم في الدنيا وفي الأخرى يوم القيامة النفع في الأخرى السواب حقيقة السواب هي الجنة طيب شكرا أما تيجي تتعاملي مع حد أنا عايز أعرف في الناس اللي بتجذب بتجذب لي خايفة بتحسن منظر ده فيه كذب مصيبة إن فيه كذب بدون داعي يعني فيه كذب للكذب فيه ناس كذب عشان تدري عمل عملتها ناس بتجذب معرفش عشان يعملوا صورة معينة لنفسهم وفيه ناس بتجذب للكذب بدون سبب وده أخطر الأنواع على فكرة وما زال الرجل يجذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله هي كذبة والتاني اللي يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وصادق ناس الله والصدقية مرتبة أعلى من الشهادة من نبينا بعدهم على طول الصدقين سنجعل الله سبحانه وتعالى نص الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم منهم قولوا أمين طيب تاسع عمل يدخل الجنة التوبة جمال النساء اللي كسرت التوبة توابين الله سبحانه وتعالى وعد التائبين بالجنة والتواب لاستمرارية التوبة الله يحب 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 التوابين لو صدق فطبته مع الله عز وجل الله سبحانه وتعالى شوفوا الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه ذكروا الله فاستغفروا لذنوب طب ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا لا استغفروا الله يا رب طبنا إلى الله وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعمة أجروا العميل بس مجرد أننا ما فيش حد ما بيعصيش طب تذكرت الله سبحانه وتعالى فاستغفرت فتبت خلاص جنات ده حاجة جميلة جدا سبحانه وتعالى يجعلنا منهم وإياكم قولوا أمين عشر عمل يدخل النساء الجنة قيام الليل الله بقى لما تبقى المرأة صاحبة قيام الليل تبقى جميلة جدا على فكرة نور في الوجه ونور في القلب ونور في اللسان ونور في الكلمة قيام الليل شرف المؤمن شرف المؤمن قيام الليل وعزوا استغناءه عن الناس مفاتيح دخول الجنة صلوا بالليل والناس تدخلوا الجنة بسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم رقعتين بعد صلاة العشر صلوا الرقعتين إن شاء الله صلوهم بأي حاجة ما يعدش يوم من غير الرقعتين دول صلى الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم منهم طيب العمل رقم 11 إن إحنا نلزم الدعاء كثير الدعاء مش ما ما بندعيش أو بندعي لما نتزنى أو ندعي في المناسبات أو لو الناس بتدعي نقمن غلط من الصفات اللي بتميز أهل الجنة الدعاء والنهم ولسه في الدنيا بيحرصوا على الدعاء واستمرارية الدعاء وتفقد أوقات الدعاء ليه أصل هو ده اللي ربنا هيستجيب له غفران للزنوب وعايزة تنال الدرجات كده قالوا إيه إننا كنا مين من قبل فين في الدنيا يعني ندعوها إحنا كنا في الدنيا من قبل ندعوه مين إنه هو البر الرحيم فالله ما إنا نسألك باسمك البر الرحيم يا رب أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب قولوا أمين الدعاء وتفقد أوقات الدعاء وأماكن اللي أنا أسجد فيها وأقول إيه وإيه جوامع الكلم في الدعاء عندنا حلقات على اليوتيوب على الدعاء والدعاء المستجاب برجعوا لها العمل رقم 12 الصبر على الابتلاء آه آه وأنا بخطب المرأة النهاردة يعني والبنات والله الصبر أصد الدنيا إيه غير لي يا صبر إحنا مختبرين في كل عمل أنت بتعمله أنت مختبر أصلا من علامات حب ربنا للعبد شدة الابتلاء وصبر العبد عليه الله عز وجل بيقول إيه ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم وبشر مين الصابرين مين دول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هو ده طب ربنا عملهم جزاهم بما صبروا إيه جنتا وحريرة الله ما اجعلنا منهم الله ما اجعلنا منهم الجنة حاجة جميلة وإننا نعمل أعمال تدخلنا هي الجنة فيها إيه آه الجنة فيها مين طب وصفولنا الجنة احنا نعمل لكم مرة يعني يوم على وصف الجنة وطراب الجنة وهوى الجنة وريح الجنة وعطر الجنة والمعية في الجنة لكن أنا هكتفي قولوا لنا إيه على الجنة النهاردة أقول لكم فيها رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام الجنة فيها الأنس بالله الجنة فيها المعية مع الله ومش بس إن احنا يفتح لنا الباب بيننا وبين الله في عدد أوقات الصلاة أو الوقت اللي أنا كنت بناجيه في الدنيا لا الأجمل الحسنة وزيادة رؤية وجهة الله سبحانه وتعالى مش أول مرة ندخل الجنة اسألوني يا رب ألم تبيض وجهه زدوني طب يا رب ألم تمنعنا على النار ألم تدخلنا لجهة ألم تبيض وجهه أنا فيزيدهم ربنا سبحانه وتعالى فتشال الحجب فيخروا ساجدين من نور ربنا أجمل شيء في الجنة ابن القيم كاتب بعد رؤية الله عز وجل كل متع الجنة أقل يأقل كده بالنص بهيمية كل متع الجنة خلاص أهم حاجة في الجنة هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى يمين علينا برؤية وجهه الكريم يجعلنا من النساء اللي يا رب يرزق مش اللي 12 بس نحن نعمل كل الأعمال الصلحة ونفعلا كده نزف في الفردوس الأعلى الله مأمين ويرزقنا ربنا المعية والأنص ورؤية وجهه الكريم طول ما احنا في الجنة لا تتشال الحجب بيننا وبين ربنا قولوا أمين ونروح بقى للنبع السلام وزوجات الصحابة وروح نسلم على بعض هناك والناس اللي معرفناش نشوفهم في الدنيا نشوفهم في الآخر اللهم أمين